وفي قوله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يعني لو تأملنا في هذه الآيات أيضا تتابع الكلام في المنافقين ويتحدث المفسرون عن السبب لنزولها متعلق بأحد المنافقين والذي كان يعمل عينا على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم واليهود فيذكرون بأنه كان ينقل الأخبار إليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع على ذلك الأمر وانتظره في أحد المجالس وقال له يا عبد الله لماذا تنقل الأخبار إلى يهود فحلف بالله أنه ما يفعل هذا الأمر يعني وسيلة المنافقين الوحيدة هي استخدام اليمين القسم الأدلة دائما ضدهم الوقاعد دائما ضدهم ولكن يستخدمون قاعدتنا في التعامل مع الناس على ظاهر الأمر على ظاهر ألسنتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذن نأتي بأولئك اليهود ونسألهم ماذا فعلتم أمس في لقائكم ذاك فبالفعل جاءت تلك المجموعة وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء كنتم تتحدثون أشتمتموني أتحدثتم فأيضا حلفوا بأنهم ما كانوا يتناولون هذا الموضوع فنزلت الآية في هذا السياق تبين أن مجالس المنافقين هي عبارة عن امتداد لمجالس الأعداء في داخلنا وهذا يعيدنا إلى فكرة مهمة وهي أن المنافقين رغم أننا نتعامل معهم على أنهم من المسلمين ونأخذ على ظاهرهم ولكن لا بد من أن يكون المسلمين يعني منتبهين إلى هذا الأمر ومنتبهين إلى واقعهم وأنا أدعي بأن الصحابة كانوا كذلك وكانوا منتبهين إلى واقع المنافقين والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك فحتى عند المحدثين يطرح سؤال أما زور بعض المنافقين أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت هذه الصورة واضحة عندنا لما طرحنا السؤال فهم كانوا معروفين بالأوصاف والأسماء أحيانا فلا يأخذوا الحديث منهم وبالتالي هذه الشبهة أصلا لا ترد على السنة لكن إذا عدنا إلى سياقنا فهم معروفون ونزلت آيات كثيرة في بيان أوصافهم وأعمالهم بحيث أن الأمة يعني المسلمين الصحابة لا يسرون إليهم بسرائر وأشياء معينة في هذه الواقع التي ذكرتها الله تعالى هو الذي أخبر نبيه بما كان يفعله هؤلاء المنافقون نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يكشفهم في معظم أحوالهم طبعا فيما بعد في زمننا هذا وفي كل الأزمان التي سبقتنا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون أصعب بكثير التعرف على هذه العناصر المدسوسة في المجتمع المسلم ربما نبدأ من التفكير بخطوات احترازية معينة لكن بالتأكيد لا يمكن القطع كما كان يحدث في عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أن الوحي هو الذي كان ينزل عليه ويخبره بما يفعلون هو من فضل الله تبارك وتعالى على المجتمع المسلم أنه لم يجعل أحدا قادرا على تحديد أشخاص المنافقين فيه والجزم بنفاقهم فيما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك سيفتح باب فساد عريض سيتهم الناس بعضهم بصلا هو الاتهامات متبادلة بدون سبب لمجرد اختلاف الرأي ولكن جاءت الأوصاف في كتاب الله تبارك وتعالى بوصفها جرعة تحصينية للمجتمع المسلم في التعامل مع أصحاب هذه المواصفات جرعة تحصينية لهم كي لا يقعهم بهذه المواصفات وكي ينتبهوا إلى من عنده هذه المواصفات فيحذرون في التعامل معه دون الدخول في النوايا فلذلك قال عمر رضي الله عنه وأرضاه نحكم بالظاهر والله يتولى السراء هما خطان متوازيا يعني خط عدم الجزم بنفاق أحد وإنما الاكتفاء بالتعامل على الظاهر لكن الخط الآخر الاحتراز الاحتراز صحابة متبهون إلى واقعهم الاحتراز لا يعني اتهام الآخرين ووصمهم لأن المشكلة الحقيقة التي يقع فيها بعضنا هو أنه إذا لم يعجبه فعل من شخص ما أو رأي من شخص ما يبادل مباشرة إلى اتهامه بأنه عميل بأنه منافق بأنه كذا بأنه كذا الاختلاف في المواقف والآراء يعني ممكن أن تحترز من شخص تجد لديه شجودا في الرأي لكن لا تستطيع أن تجزم وتحكم على نواياه عدم القدرة على الجزم بالأعيان وعلاقتها بحالة النفاق هذا يدل أيضا على خطورة هذا المشروع لأنه مشروع مستتر هم طابور خامس يحسبهم الرأي أنهم مع الصف الإسلامي ولهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل وسأله عن الساعة متى ساق له أماراتها أي العلامات وعندما جاءه رجل آخر وقال له متى الساعة قال له ماذا أعددت لها فهنا في منهج الأول أن لكل شيء علامات يعرف به والمنهج الثاني وهو الاستعداد لهذه الواقعة وبالتالي الطابور الخامس مشاريع النفاق لها علامات يجب رصدها وتحتاج إلى منهج لرد مكائدهم وذكرها رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث وذكرها في الحديث وذكرتها الآية هنا يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم الذين هم اليهود إذن أول علامة ذكرت هنا وهو موالاتهم لليهود الذين كانوا في خصومة مع المشروع الإسلامي إذن في لحظات الاحتكاك تظهر عليهم هذه العلامة ثم يقول ما هم منكم ولا منهم هذه الصفة أخرى هي صفة الذبذب والمناطق الرمادية ويعني أنت لا تعرف هل هو في الصف الإسلامي معك أم مع غيرك ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أن يسبقون ويبالغون في تقديم وسائل الإثبات كاليمين وغير ذلك فهذه علامات النفاق لهذا المشروع الخطير وهذه المكائد والتي تحتاج إلى خطة لمقاومة هذه المكائد داخل الصف الإسلامي هذه الآيات من سورة المجادلة وتسمى أيضا المجادلة والأظهر أنها المجادلة كما ذهب ابن عاشور وغيره يعني نسبة إلى المرأة التي جادلت وأيضا تسمى قد سمع وهي بداية جزء قد سمع الجزء المعروف بأنه جزء قد سمع الجزء كله في عمومه بإمكاننا أن نسميه جزء السيرة النبوية هو يتحدث عن أحداث تفصيلية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل السيرة حركة في واقع الحياة والأمر الثاني هذه السورة تفتتح بقصة خولة بن ثعلبة التي جاءت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظاهرها وتختتم بالحديث عن المولاة المنافقين لأعداء الأمة ولأعداء المسلمين في مشهد يرسم لنا المنهج المتكامل للإسلام الذي يهتم بتفاصيل المجتمع كله من المسائل الشخصية والأسرية العلاقات الأسرية الخاصة إلى العلاقات المعقدة والمتشابكة بين فئات المجتمع في رسالة مهمة أن القرآن الكريم ينظم العلاقات علاقات المجتمع المسلم بكل تفاصيلها لا يوجد عندنا في الإسلام قشور بعض الناس لما تطرح بعض المسائل يقول لك يا أخي تركونا من هذه القشور لا يوجد في الإسلام قشور عندنا فروع وعندنا أصول عندنا كليات وعندنا جزئيات الإسلام يهتم بكل شيء لكن المشكلة تكون في أن يكون الإغراق في الجزئيات على حساب الكليات أو تضخيم الفروع على حساب الأصول لكن مشهد السورة حقيقة يرسم صورة بنورامية بديعة لتعامل القرآن الكريم مع تفاصيل المجتمع المسلم من المسائل الأسرية المعتادة والخلافات الأسرية المعتادة إلى العلاقات العدائية بين المنافقين وأعداء المجتمع الإسلامي ويختم بالحديث عن الولاء وفكرة الولاء هي فكرة مستقرة في المفهوم الإسلامي أن ولاء المؤمن ونصرته هي لله ولرسوله وللمؤمنين فيأتي هنا الحديث عن المؤمنين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم وهم الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتأمرون عليه من اليهود وفي هذا مشهد مهم جدا أن العلاقة مع أعداء أو الذين يتأمرون على الإسلام هي علاقة مشبوهة والعلاقة مع الذين يتأمرون على الإسلام هي علاقة غير طبيعية والعلاقة مع الذين يعادون الإسلام هي علاقة غير طبيعية فاليوم هناك من يريد أن يجعل هذه العلاقات غير طبيعية علاقات طبيعية تحت عنوان التطبيع أو مد الجسور أو مد العلاقات نعم هي تعتبر جريمة في القوانين اليوم للتواصل مع الطرف الآخر العدو هو خيانة عظمى خصوصا الاستفاف معه ووضع اليد في يده ومحاربة المشروع الإسلامي والتطبيع اليوم هو صورة من صور هذه الموالات المذمومة سواء التطبيع في مستوها السياسي أو في مستوها الثقافي أو الرياضي أو الاقتصادي فالأصل أن تقوم بيننا وبين من يخاصموننا ويخاصمون المشروع الإسلامي ويناصبونه العداء خاصة إذا تورطوا في الدماء وانتهاك الأعراض وتهويد المقدسات أن تكون بيننا وبينهم القطيعة التامة التيار المنافق يحاول تخفيف هذه القطيعة ويحاول التقريب وتطبيع العلاقة وجعلها طبيعية والحقيقة أن التطبيع في لغة العرب من بين أبواب من بين وجوهها هو التنجيس وبالتالي له معنى مذموم أيضا تنجيس العلاقة وليس بالضرورة أن تعود إلى طبيعاتها هل هذه الكلمة موجودة أصلا ومستخدمة أم هي ترجمة حرفية لكلمة normalization باللغة الإنجليزية موجودة في اللغة طبع الثوب أي نجسه فهي موجودة لكن لم تستعمل في السياق السياسي إلا بهذا اللغة في السياق السياسي هي ترجمة حرفية لكلمة normalization نعم يعني أن تجعل ما ليس طبيعيا 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 لعل هذه الآيات الغرض من هذه الآيات هو التغليظ أو يعني تبيان مدى جسامة ما يرتكبه هؤلاء المنافقون من مولاة أعداء الله تعالى ليه لأن الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترأي للذين تولوا قوما غضب الله عليهم يعني هم يتولون من غضب الله عليهم ثم يحذرهم أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهم مرة تانية تهديد بالعذاب لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خاردون مرة تانية يعني كأن الله سبحانه وتعالى يحذر الفئة المؤمنة في هذه الأمة الناشئة بأن من يقومون بهذا الفعل هم من أشد الناس عذابا يوم القيامة لأن فعلهم خيانة لله ولرسوله وللأمة ولذلك يستحقون كل هذا التكرار للعذاب عدة مرات في معيار المؤمن الولاء لله ولرسوله أولا جاء هذا المعيار في بيئة كان الولاء فيها ولاء عصبي جاهلي للقبيلة وكان شعار المرء فيها وهل أنا إلا من غزية إن غويت غويت وإن ترشد غزية أرشدي فجاء المعيار ليجعل الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ولو كان في الطرف الآخر الآباء والأبناء والإخوان والعشرة فالإيمان مقدم على الانتماء لكل هذا وهذا عاشه الصحب الكرام تجسيدا واقعيا فبعد غزوة بادر أو في نهاية غزوة بادر كان شقيق مصعب بن عمير أسيرا بيد أحد المسلمين يمشي به فلما رأى أخاه مصعب قال إليك يا أخي فقال له مصعب إنه أخي دونك يا سلام إنه أخي دونك ثم خاطب الأنصارية قائلا شد وثاقه فإن أمه كثيرة اللبن أي عندها إبل كثيرة تفديه بها هذا ببين لك حقيقة كيف أعاد الإسلام رسم العلاقات كيف جعل الانتماء للإسلام أولا هو الانتماء الأغلى والانتماء الأعظم وخاصة إذا كان هذا القريب جاء مقاتلا جاء مقاتلا جاء مقاتلا يعني أنا اليوم أتخيل كيف هو حال أولاد أبو لهب أبو لهب كان عنده مجموعة من الأولاد عنده عتيبة مات كافرا لكن بقية أولاده آمنوا وكانوا من الصحابة عتبة ومعتب وعزة ودرة رضي الله عنهم هذا من الرحمة لعل هذا الصوغ العلاقة لا تخيل هؤلاء في كل صلاة كانوا يقرؤون تبت يد أبي لهب وهم يقرؤون القرآن تبت يد أبي لهب لكن مع ذلك علاقتهم بالإيمان هي التي تجعل نفوسهم راضية لأن إيمانهم بالله تبارك وتعالى وتعلقهم بالله تبارك وتعالى وولاءهم لله تبارك وتعالى مقدم على أي ولاء لأي شيء آخر وهذا لا ينفي العلاقات هذا لا يعني أن الولاء لله يهدم الانتماء للقبيلة لكنه يهدم العصبية الجاهلية لها يهدم العصبية الجاهلية للانتماءات الضيقة وهي انتماءات لا تتناقض فيما بينها يمكن أن يتعدد الانتماء لكن إذا حصل نوع من التعارض بينهم يظهر الآن من هو الأولى فتأييدا لما ذكرته كذلك في حالة المنافقين عبدالله بن أبي كبير المنافقين ابنه من كبار الصحابة عبدالله أيضا عبدالله بن عبدالله وسمع بأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون في عقاب شديد لقتل والده بعد أن قال كلاما قاسي أن يخرجنا الأعز من هالأذل فظهر الآن حب لأبيه وبنفس الوقت انتمائه لهذا الدين ولهذا المبدأ فقال إذا أردت شيئا من قتل والدي فأمرني به فأمرني به فأنا من يقوم به لكي لا أرى قاتل والدي فيتغلب عندي ذلك الحس فأنا أقوم به فرجح الآن حالة التعارض رجح الانتماء للإسلام على انتمائه وعلى بره لوالده وصرح بهذا قال ما تعلم المدينة شخص بار بوالده مثلي رضي الله عنه كيف وازن بين الأمور في هذا الصورة حول هذه المعاني ذكرت لنا فستاطين ذكرت لنا حزب الشيطان وذكرت لنا حزب الله وأن الانتماء لحزب الشيطان أو حزب الله بناء على المشاريع فمرات تأتي لحظات مفاصلة يحتاج للإنسان أن يصطفى مع المشروع الذي يجب أن يكون فيه فالمنتسبون لحزب الله هم يتعالون عن مودة من حاد الله ورسوله كما يفعل المنافقون كما كنا نتحدث ولو جمعتهم القرابة والأبوة ولو الحدود الجغرافية وغير ذلك فالقضية هي قضية استفاف بين حزبين حزب الله وحزب الشيطان في أن تضع قدمك في المكان المناسب طاعة لله وانتسابا إلى الله ورسوله وفي هذه الفترة سبحان الله الذي تعيشها الأمة من معركة طوفان الأقصى حصل فيه التمايز بين حزب الله وحزب الشيطان بين الذين يدعمون هذه القضية وبين الذين يظاهرونها ويحاربونها ويحادون اليهود فمن البدايات على المستوى الإعلامي ثم بعد ذلك على المستوى السياسي إلى المستوى الثقافي تمايزت الفئة بين هذا وهذا الأصل أن الإنسان يترفع عن كل ما دون مستوى المشروع وهو أن الأشياء التي رتبها الإسلام حتى لا نقول غير ذلك رتبها في سلمي الأولويات يعني عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم هذه الآية ترى كأنك أمام مشهد رئيس الكيان الصهيوني عندما يزور دولة إسلامية والصواريخ تنزل بالأطنان على غزة وأهلها ويقف بين زعماء الدول الإسلامية وهم يتبادلون معه الإبتسامات والمصافحة إذا لم يكن هذا إظهار مواد إذا لم يكن هذا موادة فما هي الموادة إذن والله تبارك وتعالى نفع عن هؤلاء صفة الإيمان قال لتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله أي محاد لله ولرسوله أكثر من قتل الناس بالجملة والمجازر ومع ذلك عندما تجد أن بعض الدول الإسلامية تتواصل مع هذا العدو وأيضا من يقتل بالمناسبة يعني من يقتل المصلحين في بلاده من يعتقل المصلحين في بلاده هذا حد الله ورسوله أيضا فنحن أمام مشهد أن إظهار المودة فلذلك عندما يذهب عالم من العلماء ويظهر التبجيل والتعظيم لحاكم ارتكب المجازر في شعبه أو سجن المصلحين من العلماء في دولته أو يوالي الصهاينة أي هذه موادة لمن حاد الله ورسوله فنحن بحاجة حقيقة إلى أن نعلم أن القرآن يرسم لنا منهجية التعامل مع أهل الباطل أن التعامل مع أهل الباطل بمنطق إظهار المودة وبمنطق إظهار القرب هو نوع من أنواع التدليس على الشعوب ونوع من أنواع تلبيس المفاهيم لأن هذا قد يفهم منه أن التعامل مع هؤلاء بالمودة أمر طبيعي وأمر مستساخ ورغم الصعوبة في ذلك لابد أن نعترف أن الأمر بالغ الصعوبة إلا أنه واجب أن يحصل مفاصلة بين الإنسان المسلم ومن يوالون أعداء الأمة أعداء الله ورسوله والأمة ولو كانوا من أقرب الأقربين إليهم واليوم نماذج مذهلة في عالمنا العربي بالذات وربما في العالم الإسلامي قاطبة لأناس يرى الناس فيهم صلاحا ولكنهم لا يتخذون موقفا حاسما إذا أقارب لهم منغمسين في الولاء لأعداء الله ورسوله وحقيقة هذا إشكال يعني ممكن أن يكون على أبسط المستويات عملاء كما هو حادث في الساحة الفلسطينية في عملاء للكائن الصهيوني يجندهم الكائن الصهيوني لكي يعملوا لديه مخبرين ولكي يساهموا في إفساد المجتمع الفلسطيني وفي إبقاء الاحتلال هؤلاء لهم أقارب لهم إخوة وأخوات ولهم أبناء عمومة أبناء عشيرة لابد أن يكون لهم موقف حاسم تجاهه هؤلاء الذين يعرف عنهم هذا الأمر يعني ليس مشكوكا فيه وإنما هو معروف أو أكثر من ذلك أصحاب المواقع السياسية المهمة الذين من خلال مواقعهم يخدمون أعداء الله ورسوله فما هو موقف أقاربهم ما هو موقف معارفهم الموضوع لا يتحمل الحقيقة السكوت هنا أو التساوق معه لذلك عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم خذ أبصار قريش عنا فلا يروننا إلا بغته وفي هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يصل بشكل مفاجئ إلى قريش إلى مكة فلا تراق فيها الدماء وكان النبي حريصا أن يدخل مكة دون قطرة دم وقد يعني بذل الأساليب الكثيرة خلال ذهابه لفتح مكة المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى علي رضي الله عنه ومعه صحابي آخر وقال له انطلقوا إلى روضة خاخ موضع بين مكة والمدينة فإن بها ضعينة امرأة معها كتاب فأحضروه لي فذهبوا حتى وصلوا إلى روضة خاخ فوجدوا المرأة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لها أخرج الكتاب قالت ما معي من كتاب فهددوها قالوا لتخرجن الكتاب أو لنجردنك من ثيابك فأخرجت الكتاب من عقاصها وأعطته لعلي رضي الله عنه وأرضاه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما فتحه وإذا به من حاطب بن أبي بلتع إلى مشركي قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم استدعى حاطبا قال له ما هذا يا حاطب ما حملك على هذا يا حاطب قال يا رسول الله لا تعجل علي إنما أنا رجل ملصق بقريش وليست منهم يعني لست أصيلا في قريش وإن جميع أصحابك لهم أقارب يحمون أولادهم فأحببت أن يكون لي يد عند قريش يحمون بها أهلي وإني أعلم أن الله ناصرك فالنبي صلى الله عمر رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر ما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم هذا الحديث فيه دلالات مهمة أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من حاطب أن يفعل ما فعل من تواصل مع أعداء الله من أجل قرابته على الإطلاق وإنما عفى عنه لمزية لها خصوصية يعني عذره غير مقبول عذره غير مقبول وإنما مزيته أنه شهد بدرا لذلك النبي عليه وسلم حتى أنه لم ينكر على عمر أنه أراد أن يقتله لم ينكر عليه وإنما قال له يعفى عنه بسبب مزية خاصة فيه سابقة وهي أنه شهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه فهذا مشهد واضح تماما في أن أي تواصل مع الأعداء هذا يعني أو أي إسرار والله عز وجل سمى ما فعله حاطب ماذا؟ قال تسرون إليهم بالمودة سماه إسرارا بالمودة يعني هو فعل مجرم حتى له حسنة النية فعل مجرم حتى له حسنة النية فهذا في حال الإسرار بالمودة فما بالنا ونحن نرى الإعلان بالمودة الذي نرى بل الوقاحة بالمودة ثم بعد ذلك يراد منا أن نحصن الظن بهؤلاء الذين يتواصلون مع عدونا أو يمدونه بأسباب البقاء أو يمدونه بالطاقة أو يمدونه بالخضروات أو الفواكه أو يمدونه بالعلاقات الدبلوماسية في الوقت الذي يمارس قتلنا فيه أحد أكبر المشاكل التي نواجهها في زمننا هذا هي مجاملة الناس لبعضهم البعض يعني لأنه قريبي أو لأنه صديقي أو لأنه ابن قريتي أو ابن بلدتي أو لأنني ألتمس منفعة معينة فأنا أغضط الطرف عن موالاتي هذا وذاك لأعداء الله والحقيقة أنه لو تأملنا في هذه الآيات وفي غيرها مما يؤدي نفس الغاية الجرم كبير جدا نعم من الآيات الجميلة في هذه الصورة وهي آية رائعة بديعة تبعث الإطمئنان في النفوس يقول الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز أي أن الله كتب في اللوح المحفوظ أن الغلبة لأهل الإيمان ولله ولرسوله فإن أي تدافع وأي صراع تحت هذا السقف نهايته هي الغلبة لله ولرسوله ولحزبه صحيح قد لا تحصل في رقعة من الرقع الجغرافية وفي زمان من الأزمنة ولكن مكتوب على الله عز وجل أن يكون هذا النصر وسبب نزول هذه الآية قال الصحابة أنه لما فتح الله علينا مكة والطائف وخيبر قال رجونا أن يظهرنا الله على فارس والروم خلاص كبر القوى في شبه الجزيرة العربية تم فتحها الآن يتطلعون إلى فارس والروم فظهر في المشهد مرة أخرى المنافقون فجاء أبي بن سلول يقول أتظنون الروم وفارس كالقرى التي فتحتموها يعني والله إنهم لأكثر عددا وأشد بطشا فنزلت الآية كتب الله لأغلبان أنا ورسلي مرات قد تتأخر هذه الغلبة وحتى يسأل الناس متى نصر الله وهنا يوجد أسباب كثيرة في فهم سبب هذا التأخر فربما لم تتضح معالم المعركة بشكل جيد فتتأخر الغلبة قد تتأخر الغلبة حتى ينكشف زيف الطرف الآخر ويتجمع حوله حلفائه وأقوابه ربما حتى تزيد صلابة الصف المؤمن وقد تتأخر بسبب أن يمحص الله المؤمنين فيحصل التجرد فيتعلقون به فقط ولا يأملون النصر في غيره وقد تتأخر بسبب أن البيئة حاليا لا تصلح للنصر وغير ذلك هذه المعاني في فلسفة الغلبة وتأخرها وقدومها هي ما نراه اليوم أيضا في حرب طوفان الأقصى وغزة النصر الحاسم يأتي بإرادة الله تعالى عندما تتحقق السنن الكونية ومنها أن يكون ميزان القوة لصالح من يريد الله لهم الانتصار لكن هذا ميزان القوة كيف يتعدل؟ هو لا يتعدل مرة واحدة ويتعدل على مراحل ولذلك تجد الصراعات بين الخير والشر وبين الحق والباطل تمتد سنوات طويلة لو أخذنا في زمننا المعاصر وخلال القرن والنصف اللي مضى نضالات الشعوب التي ناضرت من أجل الحرية والتخلص من الاستعمار لم تتحرر بمجرد أن أعلنت أنها تخوض حربا ضد المستعمر قدمت ملايين من الشهداء وناضلت ومضت السنة الله فيها إلى أن تعدل ميزان القوة لصالحها جزائر أحد الأمثلة على ذلك فييتنام وغيرها من بلاد الدنيا وما يجري في فلسطين الآن من صراع قد لا يحسم اليوم أو غدا أو خلال أسابيع أو شهور لصالح الفئة المستضعفة والمؤمنة ولكنه بكل تأكيد يعدل من ميزان القوة الإقليمي والدولي لصالح المستضعفين فيتحقق لهم النص عندما إشاء الله ذلك كتب الله لأغلبن أنا ورسلي لماذا تحدث الله تبارك وتعالى عن ذاته وعن الرسل فقط ولم يذكر المؤمنين في هذه الآية لأن هذه الآية تنسج منسجاما وثيقا مع ما جاء قبلها لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله الباعث للذين يوادون من حاد الله ورسوله ما هو أنهم يظنون أن الغلبة لهؤلاء أنهم يظنون أن الغلبة لأعداء الله وأنهم يظنون أن الغلبة ستكون لهؤلاء عندكم بقية من عقل العاقل هو الذي يقف مع الغالب وهو الذي يكون في صف الغالب وهو الذي يظهر مودته ويبطنها للغالب حقا وليس لهؤلاء المخلوقين وهي رسالة مهمة جدا في تعزيز المفهوم الإيماني في الولاء دائما ولاءك ينبغي أن يكون لله حتى لا تظن أيها المؤمن أنك توالي الله عز وجل ثم تكون الغلبة له كما ظن المنافقون في ذلك لأكن واثقا أن الغلبة هي لله تبارك وتعالى كتب الله الأغلبان ورسلي أيضا يمكن أن تفيد ضفدا إلى ما تفضلت به أن هذه المعركة هي معركة الله ورسله فمن يأخذ جانب الله ورسله فهو فائز هو اختار الجهة الفائزة هو محظوظ وهم يعلمون ذلك يعني هؤلاء الذين تولوا قوما غضيب الله عليهم هم تولوا من؟ تولوا الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في يوم بني قريضة عندما كان الناس يذهبون ليلاقوا مصيرهم العادل جاءوا إلى حيي بن أخطب فأخذوه ليلاقي جزاءه فيقتل وهو تحت القتل ماذا قال؟ قال قدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل ما لمت نفسي في عداوتك قط ولكن من يغالب الله يغلب وهو يقتل يعلن أنه كان يغالب الله تعالى وأنه كان في معركة مع الله تبارك وتعالى عجيب قال ولكن من يغالب الله يغلب وهو في ساعة القتل يعلن ذلك فلذلك هؤلاء يعلمون أن حربهم مع الله تبارك وتعالى هنا في ملمح مهم أن جزءا من هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله ويحادون الله ورسوله يحاولون التدليس على قلوب الناس وعلى عقولهم فيقول لهم لا نحن لسنا بالعكس نحن حريصون على الإسلام لكن نحن عندنا مشكلة مع مين؟ عندنا مشكلة مع الجماعة الإسلامية الفلانية وعندنا مشكلة مع التنظيم الإسلامي الفلاني وعندنا مشكلة مع الإسلاميين يحاولون أن يظهروا أن حربهم مع الإسلام ليست مع الإسلام بوصفه دينا وإنما هم مع مجموعة من الحمل له وهذا نوع من التدليس لأننا إذا نظرنا إلى سلوكياتهم لا نجد أنهم يحاربون الإسلام عقيدة ويحاربون الإسلام منهاجا ويحاربون الإسلام عبادة وشعائرا يحاربون الإسلام بكل تفاصيله فهم يحادون الله ويحادون رسوله ولا يحادون جماعة من المسلمين فقط حركة النفاق بموالاتها للذين يحاربون ويحادون الله ورسوله هي حركة ممتدة على مدار التاريخ قول أبي بن سلول للمسلمين أنكم أتظنون أنكم تغلبون الروم والفرس كما غلبتم تلك القرى فإنهم أكثروا عددا وأشدوا نفيرا هو نفس القول اليوم الذي يقال للمقاومة في فلسطين أو تظنون أنكم بهذه السلوك التي تجرون بها حربا على المنطقة تغلبون هذه القوة التي تمتلك قوة نووية وغير ذلك نفسها التي قيلت في الجزائر أو تظنون أنكم بحفنة وكمشة من البنادق تقاومون فرنسا المنتصرة في الحرب العالمية عضو الحلف الأطلسي وغير ذلك فحركة النفاق الصوت الذي يأتي من داخل المجتمع المسلم ليفت من عزائم المؤمنين ويشكك في سلوك المجاهدين هذه حركة وخطاب ممتد من لدن السيرة النبوية ويستمر إلى اليوم ولهذا أهل الإيمان يصطفون مع حزب الله يعرفون طريقهم وغاياتهم ولا يلتفتون إلى هذا الإرجاف وهذه الشبهات التي تطرح وتنثر في الطريق بغية تثبيط المعنويات وتأخير المسير ذكرت التدليس الذي يمارس من قبل الذين يقولون نحن لا نحارب الإسلام وإنما نحارب كذا وكذا الخيبة كل الخيبة لمن ينطلع عليه هذا التدليس ولا يدرك طبيعة المعركة فيبدأ يتبرأ من الجماعات المسلمة أو من الجماعة المؤمنة ظنا بأنه بذلك سينجو من تبعات ما يجري من معركة ومعركة صعبة وطويلة المدى وقد رأينا هذا في سنوات الربيع العربي كلما ضربت الثورة في مكان يقول ناس في مكان آخر نحن لسنا منهم لسنا على هذا النهج نحن نختلف نحن لسنا كذلك إلى أن اتضح في نهاية المطاف أن كل محاولة للتغيير نحو الأفضل في منطقتنا وكل محاولة للرجوع إلى الإسلام تحارب من قبل معسكر هائل جزء منه القوى العظمى وجزء منه الحكومات الموجودة في المنطقة والتي أنفقت المليارات من أجل أن تحبط محاولة التغيير وهي اليوم وهو اليوم نفس المعسكر الذي يحاصر أهل غزة ويجوعهم ويحولوا دون بقائهم إضافة إلى المشكلة في الذين يصدقونهم هي أيضا مشكلة في عدد من المستهدفين أيضا يعني بمعنى الذي يسعى إلى تغيير جلده وهو يظن أنه سيتم التوقف عن استهدافه لن يتوقف عن استهدافك ما دمت تعمل للإسلام ولو أنك خرجت من جلدك كله ما دمت تصنف من أنك ولو قلت أنا لبرالي وأنا أحمل القيم لا 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 لن يقبل منك ما دمت تحمل الفكرة الإسلامية وتعمل من أجلها لن يقبل منك فلا داعي للتنازلات ولا داعي لأن تغير جلدك ولا أن تغير لوحك ذكر لي أحدهم عن أحد زعماء حركة فتح وطبعا معروف أن حركة فتح في الأساس الذين أسسوها كانوا مجموعة من الشباب الذين نشأوا في الإخوان المسلمين ذو توجهات إسلامية وجهات إسلامية جلهم تقريبا يذكر هذا الشخص بأنه طبعا هم تعرضوا لضغوط فيما بعد أنه لا التيار الإسلامي ليس لصالحكم ولابد أن تغيروا من صفتكم فأصبحوا قوميين وأصبحوا يساريين وأصبحوا كل شيء إلا الإسلاميين فيقول إننا زنا وزنينا والخمر وشربنا ولم يبقى موبقة إلا ارتكبناها ثم إذا غضبوا علينا يقولون لنا أنتم إخوان مسلمون يعني ما فيش فائدة خلاص مادام صنفوا لن يغيروا هذا خطاب التدليس الإشكال فيه أنه قد يعارض خطاب العقل أحيانا وأنا أريد أن أذهب إلى استقبال الناس لجيش مؤتى فخالد بن الوليد أخذ قرار العودة واستقبله الناس بخطاب فيه نوع من العاطفة أيها الفرار لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا هناك أشياء لا بد أن يحكم فيها الحكماء ولا يترك القضية يحكم فيها العاطفة والغوغاء فحسب فبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا كان قرارا حكيما عندما أخذه خالد بن الوليد فكانوا ما يسمى بفرار يسمون بالكرار فبالتالي قليل من الحكمة غير كافية نحتاج إلى بحور من الحكمة في التعامل مع مثل هذه الانطباعات ومثل هذه الأحكام التي تنتشر في المجتمع يعني يحتاج نوع من التريث نخشى أن نقع فيما وقع فيه الناس الذين خالفهم نبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا لا نريد أن نستمر في هذه الموجة تريثوا لقد اتخذ قرارا حكيما وهو أنهم كانوا من الكرار فهذه مسألة في الحقيقة تحتاج نوع من الحكمات أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح المفهوم قالوا لهم أنتم فرارتم قال بل هم كرار أو كرارون أحد يعني الدعاء استنبط أو كتب يقول أنه مستشهدا بحادثة مؤتاء أنه يجب على المقاومة في غزة أن تأخذ بقول بما فعله خالد والحفاظ على ما تبقى من الجيش ولو أدى ذلك إلى الإنسحاب إنسحاب إلى أين لكن هذا خطاب خطير جدا له مش فهم الواقع لأنه في الأصل هذا تعامل مع السيرة النبوية في غير واقعها خالد من الوليد رضي الله عنه كان في المدينة وانسحب إلى كان في موتة وانسحب إلى المدينة هؤلاء أهل غزة إلى أين ينسحبون إلى سيناء يعني مثلا أين ينسحبون هذا تعامل مع السيرة النبوية بطريقة غير سليمة وغير سوية وهذا أيضا فيه إشكال إشكال التنزيل هو السيرة لابد أن تفهم في سياقها وأن يكون من يستشهد بها فاهما لواقعه تماما لذلك أصلا ابن القيم عندما تحدث عن الفقيه قال الفقيه هو من حفظ النص أو وعى النص وفهم الواقع والركن الثالث أنه كان عنده قدرة على أن ينزل أحدهما على الآخر فالفقيه يشترط فيه أن يكون عنده ثلاث ملكات أساسية معرفة بالنصوص ومعرفة بالواقع والقدرة على التنزيل لأنه أحيانا أنت بتكون عارف الواقع لكن أنت لا تستطيع أن تنزل النص على الواقع المشابه له أهم الفروق بين مؤتة وبين ما يجري في غزة أن غزة هي التي تتعرض لعدوان غزة هي التي كانت محاصر أو ما زارت محاصرة الاحتلال الصهيوني جاء غازيا من أوروبا واحتل البلاد واستبد بالعباد الصورة مختلفة تماما من التعبيرات القرآنية الجميلة في هذه الصورة عندما يصف القرآن الكريم حزب الشيطان يصفه بكلمات جيدة فيقول استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون الاستحواذ في اللغة هو السيطرة أو الغلبة أو التجميع فحاز على شيء أي أخذه فكأن الشيطان استحوذ عليهم فسلبهم القدرة على اتخاذ القرار وسلبهم كل إمكانية الإنسحاب والتراجع فالارتماء في هذا المشروع يجعل صاحبه فاقد لقراره ويصبح الشيطان ومشروعه هو الذي يقود في هذا الأمر ثم يقول ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون هذه قوانين قرآنية ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإن جندنا لهم الغالبون هذه قوانين قرآنية تمثل سنن إلهية وسنن الله غلابة ومن صادمها خسر وخاب استحوذ عليكم الشيطان فأنساهم ذكر الله من علامات استحواذ الشيطان على أحد ما هو أنه يخرج الله من المعادلة ما معنى فأنساهم ذكر الله أن الله ليس موجودا عندهم في المعادلة ليس في حساباتهم لا في معادلة النصر ولا في معادلة الهزيمة ولا في معادلة التمكين على الإطلاق هم حساباتهم هي حسابات مادية بحتة وحسابات قائمة فقط على ما عند العدو دون نظر إلى أن الله عز وجل موجود لذلك أنت ممكن نتذكر كلنا لما سئل حسن مبارك عن أمريكا قال دي أمريكا يعني عنده أمريكا هي الشيء العظيم هناك بعض الحكام والأنظمة يؤلهون أمريكا يخافون أمريكا أكثر مما يخافون الله تبارك وتعالى ويوادون الكيان الصهيوني هم لماذا يوادون من حد الله ورسوله لأنهم نسوا ذكر الله لأن الله ليس موجودا في حساباتهم وليس موجودا في المعادلة فليس عندهم أن الله هو الناصر وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده وأن الله هو المنتقم وأن الله هو المتصرف بكل شيء في الآية وفي سبب النزول إذ جاء المنافقون واليهود وأقسموا بالله عز وجل على أنهم ما فعلوا ذلك الزمخشري هنا يتعجب يقول لو استدلوا بشيء مادي لكان منطقيا هذا كذب بواح مباشر لكن أن يستشهدوا الله الذي يعرف الغيبة ويعرف السر على أنهم ما قاموا بذلك وهم كاذبون فهذا يدل على أنهم لا قيمة لمفهوم الله عز وجل عندهم كفار كفار مستبعد مستبعد رغم أنه يصرح بأنه مسلم لكنه منافق رغم ذلك يصرح بأنه يهودي مؤمن لكن حقيقة تأثير الإيمان في واقعه ليست قائمة وذلك من سمات المنافقين في كل زمن بمختلف مستوياتهم أنهم يحلفون أو يقسمون كذبا لكي يحققوا مصلحة أو ليدرأوا عن أنفسهم خطرا متوهما والناس في حياتها العادية تفعل ذلك للأسف بل هذا القسم يرافقهم إلى يوم القيامة في الصورة يقول الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم هنا سيد قطب يقول النفاق تأصل في كيانهم ورافقهم إلى يوم القيامة حتى يوم القيامة ما زالوا يحلفون كما يحلفون لكم في الدنيا يعني يحاولون تقديم البراهين على خلاف فعلهم يعني وكاد المريب أن يقول خذوني أنت شوف المشهد كم هو مشهد هم واقفين يوم القيامة واقفون مع الله أبين يدي الله المطلع على سرائرهم ويحلفون لله بالله أنهم ما فعلوا يعني قمة في الوقاحة وقمة في الغباء أيضا يعني هؤلاء لذلك هذا معنى أنهم نسوا ذكر الله أن الله عز وجل لما غاب عنهم في معادلة الدنيا تعاملوا معه حتى في معادلة الآخرة وهم يقفون بين يديه على أنه ليس مطلعا عليهم عند مسيان الله عز وجل والانتماء لحزب الشيطان يصبح طبعهم الفساد طبعهم الخبث طبعهم الغدر فتصبح طباء متأصل فيهم ترافقهم ولهذا اليوم نحن عندما تأتي للحظات الفاصلة كحرب غزة التي نعيشها اليوم بعض الناس لا تتوقع منه أن يأتي منه غير هذا الموقف من النخب الثقافية أو السياسية مباشرة تتوقع ما سيقوم به لأنه تطبع بهذا السلوك وهذا المنهج وهذه الممارسة فتلقائيا أيام مصر نفس موقفهم وأيام الربيع العربي نفس موقفهم وأيام غزة نفس موقفهم وأيام اقتحام بالأقصى نفس موقفهم فأصبح طبعا أصيلا فيهم ينتمون إلى حزب الشيطان خلاص هذا هو وفقط واليوذب بالله طبعا هذا سلوك يأتي بالتراكم على فكرة يعني الإنسان عندما يتعود على شيء ويصبح جزءا من طبعه ينسى جذور ذلك كيف بدأ معه الأمر وأنه ربما بدأ في البداية مجرد اعتذار من ذلك الله عز وجل قال وأشربوا في قلوبهم العجل شوف التعبير أشربوا حتى صارت قلوبهم مثل الإسفنجة التي تشرب هذا المعتقد فما عادت قادرة أن تستقبل أي فكرة غيره أو أي اعتقاد غيره الله عز وجل يقول يوم يبعثهم الله جميعا وهنا مشهد النهاية أن النهاية هي البحث أنكم أيها المؤمنون أنتم الثابتون على الحق وهؤلاء الذين يوادون من حاد الله ورسوله وهؤلاء الذين حادوا الله ورسوله هذه الشرائح كلها يوم يبعثهم الله جميعا الله عز وجل سيبعث الجميع وكل هذا الذي يجري في الدنيا من اختصام كل هذا الذي يجري في الدنيا من اختلاف كل هذا الذي يجري لكم في الدنيا من اذى سيكون الفصل فيه يوم القيامة ودائما المؤمن تعلقه بيوم القيامة وتعلقه بالبعث هو الذي يبعث في نفسه الطمأنينة أن هذه المعركة وإن يعني هزم المسلمون في جولة منها أو لم يشهد المؤمن النصر الأكبر فيها والعاقبة فإنه سيشهد ما يجري يوم القيامة من عاقبة حاسمة يفتضح فيها المنافقون ويكبت فيها الكافرون ويعز فيها المؤمنون أنا أستغرم من بعض الناس عندما يسألونني ماذا سيكون شعورك عندما تتحرر فلسطين أو ألا تتوق إلى أن ترى فلسطين محررة أقول لهم هذا السؤال لا قيمة له لأنه قد لا تتحرر بوجودي وقد لا أراها متحررة هو ما يهم هو أن أكون جزءا من مشروع التحرير أن ألا أنأ بنفسي عن هذا الجهد هنا الخسارة تكون كبيرة الخسارة ليست في أن لا ترى النصر الخسارة هي أن لا تكون جزءا من هذا الجهاد الذي يؤمل في يوم من الأيام أن يحقق النصر ولو على أيدي الأجيال القادمة هي عملية بنائية تراكمية والمهم أن يكون الإنسان لبنة فيها والتعلق بالآخرة وبالله فيها خلاف حزب الشيطان الذين كنا نتحدث عليهم هذا مهم ويبعث الراحة والطمأننة في النفس عندما مرات تشاهد أهل غزة من عوام الناس بعد قصف يفقد فيه كل أبنائه وكل زوجاته ويذهب بيته يعني جهد عمره لكن عندما يتعلق بالله ترى العقيدة الصحيحة وأن كل شيء مسترد يوم القيامة وكل شيء عنده في فدى الله عز وجل شيء هين ويقول الحمد لله ويقول الحمد لله هذا يبعث طمأنينة ورحة في النفس بينما الذي يتعلق بالدنيا وبمطالب الشيطان يصبح كثير الجزع وكثير الحزن على هذه الدار الفانية ولهذا الغاية مهمة جدا في مصارح ما أجمل قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله ينتظر ماذا؟ ينتظر نحبه مثل الذين سبقوه يعني لابد أن يظل في نضال إلى أن يلقى نحبه لذلك المؤمن المتعلق بالآخرة والذي عنده قضية البعث حاضرة دائما يوم يبعثهم الله جميعا تختلف همومه لا تكون همومه كما ذكرتم يا سيدي والله أنا همي بس بدي أعيش لحظة التحرير في الدنيا لا هو همه أن يعيش لحظة دخول الجنة لذلك الصحب الكرام أحد الصحب الكرام عندما كان يصب الماء على يد النبي عليه الصلاة والسلام قال له رسول الله سل تعطى قال أسألك مرافقتك في الجنة بلا تردد مباشرة سل تعطى الغايات واضحة ما فكر في الدنيا قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود